أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل لجان مركزية بدوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية والبت في قبول التحويل من عدمه أوضحت الوزارة أنه تقرر تشكيل اللجنة بكل مدرية تعليمية لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها إلى الإدارة المركزية للتعليم العام كل فيما يخصه والتأكد من استفاء الملفات وأسباب التحويل كما أكدت الوزارة أنه سيتم بدء عمل اللجان المشكلة لفحص التحويلات أول شهر أغسطس المقبل